مرحبا بكم مشاهدين الكرام ما هي الاشياء الضرورية التي نحتاجها كي نصور فيلما الممثلون وساحة التصوير أليس كذلك؟ الامر ليس بسيطا من الناحية العملية لكن نظريا هذا يكفي من اجل ان تصنع فيلما قصيرا دون اي مؤثرات او اشياء تجميلية لكن ما هي الاشياء الضرورية التي نحتاجها كي نصور فيلما من الرسوم المتحركة هي قصة اخرى حيث تتغير ساحات التصوير في جميع المراحل يتم التأكد اولا من سيناريو الرسومات في الفيلم الذي يسمى في المهنة باسم ستوري بورد وبعدها يتم رسم الانفعالات وتعابيل الوجه لكل شخص على اوراق منفصلة بعدها يتم صنع نموذج محاكاة بسيط وبعدها تبدأ عملية تحويل الرسمة لتصبح ثلاثية الابعاد على ما يبدو ان اي خطأ ينبغي ان يكون ملحوظا خاصة مع تعدد المراحل في صناعة الفيلم قبل اصداره للجمهور لكن للاسف لم يلحظها ملكة الثلج هل لعبت يوما على القيثارة؟ اذا كانت الاجابة بلا فسنشرح على الملاء هذه الاشياء الموجودة على القيثارة اسمها محاور تحكم لشد اوتار الالة اذا قمت بلفها الى الجهة المقابلة فان الاوتار تزداد في التراخي او القوة وبهذا الشكل يتم ضبط القيثارة نخلص من هذا الامر باستنتاج بديهي وهي ان عدد محاور التحكم ينبغي ان يتطابق مع عدد الاوتار عددها في القيثارة الكلاسيكية ستة وفي الاكلال عددها اربعة نحن لا نعلم بالضبط ما هي الالة الموسيقية التي قام بها صناع فيلم ملكة الثلج عند القيام بهذا المشهد لقد خلطوا الامور ببعضها البعض على ما يبدو انهم ارادوا وضع عود في يد كريستوف لكن هذا الشيء الذي في يده لا يعتبر عودا حيث ينبغي تركيب الزوج من الاوتار في كل محور من هذه المحاور اما هنا نجد هناك ثلاثة محاور واربعة اوتار كما ان صوته يشبه القيثارة هناك خطأ اخر انظروا الاميرة وهي تتزلج على الزلاجة لا يوجد غطاء على رأسها وبعدها بعدة ثوان نجدها تقف على قدميها وهي ترتدي حجابا نظيفا وارديا لونة حتى لو افترضنا ان غطاء الرأس قد سقط من على رأسها اثناء تزلجها فلم يكن امامها الوقت الكافي لكي تعود وتبحث عنه وترتديه مجددا خطأ اخر مرتبط بالاختفاء في فيلم ملكة الثلج في البداية نجد كيف قام كريستوف بربط ناتاليا بالحبل كي ينزلها من فوق صخرة عالية لكن الامور لم تسر على ما يرام بسبب البركان الجليدي الذي صنعته ايلزال ملاحقتهم لم يبقى امام ناتاليا فرصة اخرى سوى اخراج سكينة صغيرة وقطع الحبل من منتصفه والهروب في كومات الثلج لدى سفح الجبل خمن ما هو الشيء الذي يمكن ان نراه في هذه اللحظة عندما نهضت الاميرة بعد ان سقطت لا يوجد اي حبل على خصرها خطأ اخر في نفس فيلم الكرتوني من الصعب ان تلاحظه لكنه خطأ قوي هل تذكرون كيف هربت ايلزا من السجن وذهبت الى مكان ما في نهاية الفيلم من اجل مقابلة هانس المخادع الذي يقنع الاميرة بموت اختها وفي صحة ما تقوم به من محاولة للهروب من ايد العدالة تبكي ايلزا كثيرا وحينها يقوم الامير بصحب سيف كبير ويضعه فوق رأسها انتظروا من اين اتى الامير بهذا السيف نحن نرى ان السلاح كبير واحدث صوتا رنانا كأنه خرج من غمضه لكن لا يوجد شيء على ملابس هانز كي يحمل بداخلها السيف اليس في بلاد العجائب هو عمل للكاتب الانجليزي لويس كارول عن مغامرة الفتاة اليسا تم تصوير الفيلم بناء على هذا الكتاب من قبل شركة دازني في عام 1951 عندما كانت الرسوم المتحركة ترسم باليد هل تذكرون لقاء البطلة الحقيقية مع الدودة العجيبة التي كانت تدخن في الغليون ركزوا لمدة ثانيتين ستجدون ان خصرها قد تغير لونه من الممكن ان نعتقد بانها قد غيرت وضعها في الرقود لكن الامر ليس كذلك فالشخصية كانت موجودة في نفس المكان لقد قام المختصون فقط بتلوين الاماكن غير الصحيحة باللون الداكن عن طريق الخطأ كما ان هذا لم يظهر في الفيلم لان الحديث كان يدور عن القوى السحرية الخارقة الفأر الطباخ نذكركم بان الاحداث بدأت بالفأر المسكي ريمي الذي يحب برامج الطبخ ويحلم بان يكون طاهيا لكنه فقد عائلته اصدقاءه في خطوط الصرف الصحي وعندما طفى على السطح وجد نفسه على مقربة من مطعم الطاهي الذي يحبه ويقارر ان يلقي نظرة بداخله سريعا وبعدها تبدأ الاثارة يبدأ الفار في ملاحظة الحساء الذي افسده عامل النظافة لينجويني ويقارر ان يصلح خطأه دون ان يلاحظه احده انظر عندما جرى ريمي امام الوعاء الذي به الطعام المغلي نرى الاتساخات المتراكمة على اطراف الوعاء مثل الحساء الساخن او بسبب العمل غير المنضبط من قبل عمال المطبخ لكن عندما يبدأ الفار في القاء المكونات الصحيحة التي ستحسن من مذاق الطعام نجد ان الوعاء بشكل سحري قد تم تنظيفه هيا نعود مجددا الى بداية قصة الفار الطبخ لقد تعلم هذه المهارات الاستثنائية في عالم الطهي والفضل يعود في ذلك الى متابعته للبرنامج التلفزيوني وصاحب المطعم الطهي جوستو لقد استطاع الفار ان يقوم بذلك في منازل البشر ولاحقا كان يدخل بيتا تمتلكه ربة منزل تعيش بمفردها كان الفار موجودا في احدى هذه الزيارات يتابع تلفازا عاديا ابيض واسود لكن المشكلة تكمن في ان التلفاز احيانا يظهر لديه ارجل صغيرة يستند عليها واحيانا اخرى تختفي هناك خطأ اخر لاحظه المنتبهون فقط لفيلم الفار الطباخ هل تذكرون كوليت التي كانت تحب لينغويني عندما خرجت من المطعم ومشاعرها كانت محطمة لان لينغويني اخفى عليها سر الفار كان الحزن يسيطر عليها لدرجة انها كانت ستتعرض لحادثة لكننا وجدنا ان الدراجة البخارية توقفت فجأة عند الاشارة في هذه اللحظة نراها بوضوح وهي موجودة بين صفين من السيارات هنا نجد ان كوليت تنظر الى الواجهات الزجاجية للمحلات والى كتاب الطهي لجاستو وتفكر من جديد ولم تنتبه لاشارة المرور تنطلق صفارات التنبيه من حولها وبعدها نجد مشهدا يظهر فيه الطريق من اعلى دراجة الفتاة موجودة في الصف الاوسط للسيارات الذي لم يكن موجودا من قبل بل ليس من المفترض ان يكون هذا المكان فارغا رابانزل رابانزل ذات الشعر الطويل امامها خيار صعب وهي اما ان تستخدم قوتها السحرية وتنقذ حبيبها من الاصابة المميتة التي تسببت به الشريرة غاثل او ان تخاطر بحياتها اخترت رابانزل الخيار الثاني لكن قبل ان تفعل ذلك يهم الامير المجروح بكامل قوته بجمع شعرها في قبضته ويقطعه مرة واحدة هذه هي الطريقة الوحيدة التي يمكن بها القضاء على العجوز الشمطاء الشريرة الان انظروا جيدا هل ترون القيود الموجودة على اليد اليمنى للامير؟ بعدها بثانيتين يرفع يده ويضعها على وجه حبيبته وفجأة اختفت هذه القيود ها هو يأخذ السكين حتى يخلص رابانزل من هذه القوة السحرية والقيود موجودة على يده من جديد زوتوبيا انظروا الى البطلة الرئيسية جودي وهي تتصل باقاربها من الارانب عن طريق الفيديو تشير الساعة في الهاتف الى الثامنة وتسعة وثلاثين دقيقة وها هم يودعون بعضهم البعض ويظهر على الشاشة ثمانية واربعون دقيقة اي مرت دقيقة واحدة لكن في اللحظة التي قامت فيها جودي بغلق الهاتف وهمت بوضعه على الطاولة نجد ارقاما اخرى للساعة وهي تسعة واربعة واربعون دقيقة خطأ اخر يوجد على الطاولة المجاورة ساعة توضح الوقت بشكل اكبر كانت تشير الى الثامنة واربعين دقيقة من الطريف انه في صباح هذا اليوم كانت الساعة موجودة على طرف النافذة ما هي القوة التي حملتها ووضعتها على الطاولة لقد كانت صاحبة المنزل في عملها لدى الارنبة جودي عادة غريبة وهي تجول في المنزل في البداية تضع مذكرة خضراء بعدها بثانيتين تبدأ البطلة بتحويل المحطات الاذاعية في الراديو اما المذكرة الموجودة على الطاولة لم تعد موجودة وبعدها بثانيتين تجلس جودي كي تتناول العشاء والمذكرة بجوارها يحدث احد المشاهد المثيرة في هذا الفيلم في حي القوارض هنا تجد جودي نفسها والمجرم دوغ عمالقة بحق في عنفوان المطاردة نجد ان اطراف المطاعم والبنايات تتهدم وتتدحرج في الشارع ويكاد ان يموت الفأر فرو فرو في نفس اللحظة التي تطايرت فيها احدى قطع الحلوة وسقط منها الكثير من الحلقات لكن استطاعت جودي بشكل ما ان تمسك بقطعة الحلوة الدائرية في الهواء وفي اللقطة التالية نرى فرو فرو من اعلى الى اسفل بينما اختفت الحلقات التي سقطت عليه نحن بالطبع نعرف ان القوارض قادرة على نسف مخازن مليئة بالحلوة بسرعة كبيرة لكن ليس بهذه الدرجة الى هنا عزيزي المشاهدين نكون قد وصلنا الى نهاية حلقة اليوم شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة الى اللقاء